طيب يعني هي مبادرة في المقام الاول لتنمية البشرية ولا زيادة الوعي هنعمل ايه بقя على الارض العنوان جميل جدا التفاصيل بقى هنعمل ايه هنعمل ايه هنطور تعليم هنعمل اعادة تغيير المنهج التعليمية لان المنهج التعليمية كانت تعتمد دائما على التنقين والحفظ وتعتمد دائما على مواد تعليمية يمكن قديمة قدم الأسبوع لكن احنا بنتكلم دujeتي على تطوير هذي المنهج وقبل تطوير هذه المناهج هو تطوير المعلمين اللي بيعملوا على تطوير النوشة فإحنا بنتكلم على أن احنا في دلوقتي في زمن الزكاء الاصطناعي أو احنا في زمن دلوقتي واللي بنعكس على حياتنا بشكل عام فإحنا نطور ده من خلال المناهج التعليمية ومن خلال أصلا تطوير المعلمين وزيادة طبعا عدد المعلمين ده بالنسبة لجزء التعليم بالنسبة للصحة زيادة مباراة في جميع المحافظات والأول مرة يحصل ده بتشبيك بين الجميع الجهات الحكومية الجميع الجهات الحكومية والجهات الغير رسمية وفي نفس الوقت ده بيحصل في جميع المحافظات قبل ما نتطرق لملف الصحة خلينا نكلم عن ملف التعليم بالفعل كان فيه السنة دي تطوير للمناهج وتغيير في بعض المناهج التعليمية بالذات لمراحل الابتدائية هل كان فيه استعانة أو أنتوا كان ليكوا دور أنا عارفة أن لسه المبادرة جديدة لكن هل كان فيه دور ليكوا قبل ده يعني في الوقت اللي كان فيه قرارات من وزارة التربية والتعليم بتغيير المناهج هل كان ليكوا دور في ده أكيد طبعا الفكرة كلها أنه المبادرة بدأت قبل أن تبدأ كما تحدثنا قبل الهواء مباشرة أنه إحنا المبادرة يمت يوم من داية ستمبر لكن أنا دايماً بقول أن قبل بداية أي شيء بيبقى فيه جزور لنشأ هذا الشيء فكان الأساسي هو استثمار فيه المواطن المصري وأنا حابة بصراحة ألقى الدوق على التجارب الدولية اللي استثمارت في رأس المال البشري ونجحت نجاح كبير جداً يمكن اليابان كانت بعض الحرب العالمات التالية ما كانت عندها اقتصاد أو ما كانت شيء فيه أي تطور لكن عندما استثمارت فيه التنمية البشرية ورأس المال البشري أصبحت من أعلى اقتصادات العالم على رغم أن هي ليست لديها أي موارد طبيعية ولكن لديها رأس المال البشري استثمارت فيه والفكرة كلها اللي أنا حابة أشير لها هي تغيير البيئة النشأ هي علمت ودربت وعملت مصانع والعملت مبادرة حطت فيها الكلام ده كله يفندم المبادرة تتم تطبيقها على الأرض الواقع هي ليست شعارات رنانة وليست عبارة عن حبر على ورق هي عبارة عن تطبيق على أرض الواقع هي تشبيك جهود هي عبارة عن مبادرات حققية في جميع المحافظات وحضرتك هتعليها وسيادتك في خلال الأيام القادمة هتشوف ده وبعد الميت يوم بعد ما يتم انتههم احنا هنلمس أثر ده زي ما لمسنا أثر حياة كريمة واستغلالها 60 مليون أسرة مصرية ترجمة نانسي قنقر